نروح بقى لشيء اهم وهو اخبار النادي الاهلي اخبار النادي الاهلي وبالتأكيد حضراتكم عاوزين تتطمنوا على المباراة اللي وديها النهاردة والكلام اللي صدر عن فكرة انه ممكن يكون بيرسي تاو مصاب او تم اصابته كلام المباراة من طمئن جماهير النادي الاهلي بيرسي تاو الحمد لله سليم وزي الفل الفكرة كلها ان اللي تم اصابته هو محمود متولي اشعر باجهاد في العضلة الامامية فخرج وهيعمل اشعر لكن كانت مباراة النهاردة اعتقد بيتسو مسمان يا فرس كان بيدخل اطار المباراة دي برغم ناوة ديها ولكن وخدها في اطار كأنها مباراة رسمية استعداد لمباراة كأس السوبر الافريقي هي مع فريق كمان زي طلاق الجيش فريق قوي تقدر تصنفه انه فريق جيد انك تعمل معظم مباراة ودية وده تطرج النتيجة واحد واحد طبعا رامي ربيعة اللي عدل النتيجة بعد ما تقدم نادي الجيش في الديها 33 من الشرط الاول وفي الديها 51 عدل رامي ربيعة النتيجة كلينا اقول التشكيل الاول اللعب المباراة كان علي لطف حارس المرمى محمد هاني رامي ربيعة ياسر ابراهيم كريم فؤاد حسين الشحات أليو ديانج طاهر اللي خرج برضه بكادمة ولكن يعني ان شاء الله مش هيغيب على أثاره كتير فقط كادمة لغير في الأنكل وهيتم يعني أشعر النهاردة عليه وعلى كمان محمود متولي ميكي وأحمد نبيل كوكا وبير سيتاو ده تشكيل النادي الآلي وفي الشرط التاني قدر النادي الآلي أو بيتس ومسيماني دفع ببعض اللاعبين طبعا كان منهم كهربا وكان موليد سليمان ومحمود متولي وحسيم حسن ومصطفى شبير وزياد طارق ومحمد محمود ومحمد خليفة أعتقد هو بجرب أغلب اللاعبين المتحين عنده موسيماني بيتدرج زي ما قلنا بالفريق عندنا مباراة السوبر التجهيزات ليها شخصية النادي الآلي حاضرة وبيتس ومسيماني عنده خارطه الفنية وأهدافه الفنية طب من ناقع على إصابة بير سيتاو أكيد اللاعب هيكون متواجد ولاعب بقى مهم جدا عند جمهور النادي الآلي ومؤثر وحاسم وإن شاء الله بإذن الله يكون ليه تأثير كمان في السوبر أنا متوقع يكون ليه تأثير كبير بالتأكد آخر حاجة بس حابين نقولها في مباراة المباراة الوديعة بين الآلي وطلع الجيش أن النادي الآلي كان ليه شك في راكل الجزاء في الديعة 45 ولعبة النادي الآلي احتجت على الحكم أحمد الغندور لكن كالعادة لم تحتسب راكلة الجزاء وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد روح لقضية تانية وقضية مهمة جدا قضية بتشغل المفترض اتحاد القرى القدم المصري والاتحاد الأفريقي كاف وهي قضية تعارض موعيد مباراة البطولة أو بطولة كأس العالم للأندية وبطولة الأمم الأفريقية طبعا النادي الآلي النهاردة أصدر بيان واضح جدا بيوجهه لاتحاد قرة القدم المصري بوضوح جدا بيركز على نقطة مهمة جدا أن التعارض ده مش لصالح فريق النادي الآلي ولا لصالح منتخب مصر ودور اتحاد قرة القدم دور كبير جدا في أنها تحل أزمة التعارض ده لأنه مش طبيعي أن منتخب مصر يفقد لعبين أساسيين وهم لعبوا النادي الآلي أو النادي الآلي يفقد لعبين أساسيين وهو رايح ويلعب بطولة كأس العالم للأندية وهو ممثلا لمصر ومش بس ممثلا لمصر ممثلا لقرة أفريقيا والنادي الآلي ركز في الخطاب على نقطة مهمة جدا أن النادي الآلي دائما وأبدا حريص على مدار تاريخه على إمداد المنتخبات الوطنية باللعبين واتكلمنا كتير جدا في البطولات اللي تم تحقيقها على لصالح كرة القدم المصرية وطبعا منتخب مصر حقا كان دايما القاسم المشترك والعدد الأكبر من اللعبين الممثلين لمنتخب مصر بيكونوا من النادي الآلي حتى لا يحاول البعض فكرة اللعب على الوطنية النادي الآلي منذ التأسيس وهو النادي الوطني وبالتالي الأزمة هي أزمة تخص اتحاد كرة القدم المصري النادي الآلي عنده حرص أن منتخب مصر يلعب بمنتها القوة لأنه ممثل لمنتخب مصر وأيضا النادي الآلي عنده حرص أنه لما يشارك في بطوله عالمية ممثل لمصر يكون برضو بمنتها القوة بل أنه كمان ممثل لأفريقيا وعرض النادي الآلي مشكلته والحلول المفترض تكون عند الاتحاد المصري وعند اتحاد الأفريقيا فارس هو كتير جدا مننا كجمهور أو في الإعلام وللأمانة يعني بيستشعر أن النادي الآلي لوحده في المشكلة وأنا ده الشعور اللي كان واصلني أنا ما شفتش أي إعلان تضامن أو تحركات رئيسية من الاتحاد المصري لكرة القدم وكأنه بيتقال الأزمة أزمة الأهلي أنا بشوف أنه لا بيان النادي الأهلي النهاردة طوبة في الماء الراكب إحنا كلنا محتاجين ننتبه ونفوق لا النادي الأهلي مش في المشكلة الوحدة النادي الأهلي عنده بطولة مهمة جدا بيمثل فيها قارة أفريقيا وكمان عنده أهداف التسويقية والمعلنة والمهمة جدا منها منتخب مصر عنده أيضا بطولة مهمة إذن أنا مش في الأزمة الوحدي ولازم يكون فيه تحركات صنائية بنشوف كمان الجماعة المغربية أو الجماعة التونسية وتدخلها مع عندياتها في مشاكل كتير جدا مرنا بيها وإزاي كانت داعمة ومؤسرة ده ما بنشوفوش كمان بنشوف صمت رهيب جدا أنا مع احترامي للجميع الوجود في الاتحادات الدولية والمناصب الدولية هو ليس تشريف هو ليس عمل من أبواب الوجاهة أو من أشكال الوجاهة أستاذ هانيا بوريدا بيتواجد في الاتحاد الدولي ممثلا في أعضاء المكتب التنفيذي عن الكاف وعن قارة أفريقيا إذا انت موجود عشان الدور ده موجود عشان الأزمات اللي زي دي مش مجرد منصب شرفي موجود عشان لما يبقى فيه أزمة زي دي أشوف دورك أشوف دايما بنجي نقول دعم ممثل مصر في الكاف دعم ممثل أفريقيا في الكاف فين الدور ده؟ ما حدش شايفه حدش شايف غير إن النادي الأهلي لوحده في الأزمة لو النادي الأهلي مش لوحده ويبقى نشوف نشوف تحركات نشوف ضغوط نشوف على الأقل تصرحات معلنة بنشوف الناس قادة جنب أمفنتين ورئيس الفيفا وما بنشوفش أي تصرحات ما بتقلش على جانب اجتماع كذا تم منقشة قضية كذا لا الموضوع مش وجاهة والموضوع إن أنا مش في منصب دولي وخلاص الموضوع أنا أقدر أفيد النادي الأهلي ومنتقى في مصر في أزمة زي دي إزاي؟ أعتقد كل واحد لازم يعبق بمسؤولياته ولازم يكون ليه دور لأن النادي الأهلي نادي وطني مؤثر في أفريقيا وفي مصر كل واحد لازم يقوم بأدواره كاملة ومش جمهور الأهلي مش هيسامح في أي تقصير بص يعني أنا عجبني جدا الكلام وإن كنت يعني مستغرب إن أنت بتطلب من الأستاذ هاني أبو ريدا إنه هو يقوم بدوره في مسندة ممثل مصر عندما يكون النادي الأهلي يعني أنا آسف إحنا شفنا الأستاذ هاني أبو ريدا بيتدخل بقوة وبيعيد فريق مصري خرج من البطولة بقرار من الكاف وما كناش بنشوف الكلام ده إطلاقا في الكاف الفريق اللي بيتم استبعاده من البطولة بقرار من الكاف لا رجع فيه شفنا الأستاذ هاني أبو ريدا هو بيرفع الإيقاف عن رئيس نادي مصري وبيحضر مباراة نهائية بتدخل من الأستاذ هاني أبو ريدا شفناها فإذن هو أحيانا بيدعم وبيقوم بدوره تجاه ممثل مصر السؤال هنا أستاذ هاني هو ليه لما يكون ممثل مصر النادي الأهلي مش بنشوف أستاذ هاني غير في الصور مع رئيس الاتحاد الدولي في البطولات العالمية أو البطولات الإقليمية ليه مش بنشوف كده يعني مثال بسيط جدا في 2018 أزمة كبيرة جدا حصلت بين الأهلي والترجي كان دور الأستاذ هاني أبو ريدا مش موجود لعب من عندنا بيتوقف دير فني بيتم أهانته من رئيس الاتحاد والأستاذ هاني أبو ريدا لا يتدخل والجانب الآخر هو اللي بيدير المعرقة وبينتصر في المعرقة دي لصالح فريقه وهو حسنا فعل الجانب الآخر برغم أنه هو بيجيب مش بيجيب حق الفريق بتاعه لا ده بيجيب حق أزيد من الفريق بتاعه أنا هنا كنادي أهلي بطالب اتحاد القرى المصري وبطالب الأستاذ هاني أبو ريدا كعضو متواجد في الكاف متواجد في الفيفا وكمان يعني أعتقد الاتحاد المصري تحديدا كمان عارفين دور الأستاذ هاني أبو ريدا أين دورك من أزمة منتخب مصر والنادي الأهلي لأنها هنا مش أزمة النادي الأهلي أين دورك من أزمة ممثل أفريقيا أمام الفيفا هنا الفيفا بيحط تعارض للمواعيد وكأنه هذه القرة كلاسية ببعيدة تماما يعني بطولة مبدئيا مفيش فيها حتى تكافؤ فرص من فكرة أن أنا أروح ألعب زي بأي فريق جاي من أي قرة يبدأ معايا لا بيقول بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية بيلعب من النصف النهائي وأنا ببدأ من دور قبلها فارتضينا بعدم تكافؤ الفرص ده وقلنا نسبة تواجدنا وبالفعل النادي الأهلي أثبت تواجده في هذه البطولة الأكثر مشاركة وحقق تأمد اليتين برونزيتين وكلنا أمال أن النادي الأهلي يوصل إلى المباراة النهائية طيب بيجي النادي الأهلي بيلعب مباراة مؤسس لمصر وأفريقيا بيجي الاتحاد الدولي يقولك لا 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 أنا أحط كأس عاملا ده هنا على حسب معايد فريق تشيلسي أو فريق أمريكا اللاتينية بل مراس وإنسى موضوع أفريقيا ده وأفريقيا ده يا حلوة يعقد النادي الأهلي اجتماعات يدخل النادي الأهلي اتحاد القرى ويضع أمام مسئولياته النادي الأهلي ببيانه النهاردة بيقول أن الأزمة دي النادي الأهلي تحدث عنها مع اتحاد القرى بخطابات رسمية منذ فترة ومجاش للنادي الأهلي رد تخيله مجاش للنادي الأهلي رد على الأزمة دي وكأن النادي الأهلي ايه مشكلة ما احنا هنيجي في الآخر هنقول هو أنت يعني كنادي أهلي هتمنع بقى لعبيه ينضموا المنتخب مصر ونبدأ نضغط بسكة الوطنية لا اللعبة دي مش هننفع نلعبها النادي الاهلي أساسا في بيانه كاتب كويس جدا إنه هو نادي وطني نادي يعني لعبته على مدار تاريخ منتخب مصر كانوا هم السند وبيعتز بدوره الوطني ففكرة إنه يجي تلعب معنا الجيم إن النادي الاهلي مش هيتكلم وإن النادي الاهلي لعبة منتخب مصر أو لعبة الاهلي هنضموا المنتخب مصر فبالتالي يحل النادي الاهلي مشاكله مع نفسه لا النادي الاهلي النهاردة بيضع الجميع أمام مسئولياته وعشان نكون عادلين وفير جدا أنا محتاج أشوف منتخب مصر في أقوى حالاته في أمم أفريقيا لكن أيضا محتاج أشوف النادي الاهلي في أقوى حالاته في كأس العالم للأندية فكرة إنه يتم حرماني من سبع أو ست لعبين مرشحين يدخلوا بطولة أم أفريقيا من منتخب مصر وكمان المغرب تونس مالي بدر بنون علي معلول أليو ديانج أنا بلعب كده العشر لعبين البطل مش هيروح البطولة الفريق البطل فريق النادي الاهلي البطل بنعتز بكل نجمنا وكل قائمة النادي الاهلي ولكن العشر لعبين الأساسيين اللي خدوا بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي المفترض رايحين يلعبوا كبطل للقرة مش موجودين مش موجودين أروح ألعب إزاي مش موجودين فهنا الأزمة أزمة الاثنين أزمة منتخب مصر وأزمة النادي الاهلي والتحاد القرى عليه أنه هو يكون سباق قبل النادي الاهلي وقبل منتخب مصر طبعا في الدفاع عن حقوق منتخب مصر والدفاع عن حقوق النادي الاهلي ممثل مصر وممثل أفريقيا أتمنى تكون الرسالة واصلت مع كامل كامل ثقتي أن أنا أيضا في هذه الأزمة ربما لا أرى المهندس هاني أبريدة بيكون بأي دور يخص ممثل مصر لأن ممثل مصر هو النادي الاهلي وحتى لو البعض حاول ما يعملش أدواره لا إحنا هنا حيبقى فيه كشف حساب وهنا حيبقى فيه وقفة وهنا مش حيبقى فيه تسامح في حق النادي الاهلي لأن أنا البعض بيتكلم أن النادي الاهلي بيتكلم ببقام كان فيه اجتماعات لا وهنت كلنا وصلنا شعور أن الناس بتتفرج والناس فعلا بتدفعنا دفعا لمرحلة أن أنت تبقى المخطئ الوحيد أو المقصر الوحيد وكأنك أنت مش بتعبق أو مهتم بمشاكل المنتخب الوطني وده مش حقيقي أنت مهتم بمنتخب مصر ومهتم بمشاكل المنتخب مصر بس كمان أنت نادي عندك أولوياتك أنا لسه ببص كده لقيمة منتيري وبشوف نادي زي الهلال بيفكر إزاي لأن ده كلها كلها عندها أولوية إزاي تظهر في المحفل العالمي ده بأفضل شكل ممكن أجي أنا كنادي أهلي يبقى قوتي الأساسية وأنا بحاول أقرب بحاول أظهر في أفضل شكل ممكن كمان أخسرها مين يقول كده ومين يقول ده عادل وعلى فكرة فيه حاجة وده ليس لها علاقة بمساومة أو مزايدة على منتخب مصر قيمة منتخب مصر هي فيها عدد مفتوح من اللاعبين تقدر تضمهم من أي حط معين من اللاعبين هو اللي مجبر عليهم وده لازم تتحطى في الاعتبار مين عنده رفاهية الحل ومين ما عندوش فبالتالي كل الناس لازم تساعد اللي ما عندوش رفاهية الحل عشان يظهر بشكل يليق ولن نسامح أي حد يقصر في حق النادي الأهلي ويقدر يساعده ومتى تدخلش وده شيء مهم جدا وعلى غرار ده أيضا النادي الأهلي بيستعد لمباراة السوبر تم إعلان الملعب وتم إعلان الموعد لو نستعرض معاكم الصورة بتاعت تحديد ملعب ووقت انطلاق بطولة السوبر الأفريقي الكاف الموعد هيكون يوم 22 في ملعب أحمد بن علي أعتقد مباراة مرتقبة والنادي الأهلي بيحاول يحافظ على اللقبه لأن الأهلي يا جماعة هو حامل اللقب وصاحب أكبر عدد من لحظات التتويج في البطولة تأكيد يا فرس مباراة مهمة تكون الساعة السابعة إن شاء الله بتوقيت القاهرة وبإذن الله يكون النادي الأهلي جاهز تماما لهذه المباراة ربنا بس يبعد الإصابات عن نجوم الأهلي المشاركين في المنتخبات اللي بيقدوا دورهم في البطولة مع منتخبات بلدهم إن شاء الله إن شاء الله تكون بطولة من نصيب النادي الأهلي حتى وإن كان موقف الرجاء البيضاوي المغربي حتى هذه اللحظة يعني بتصدر أخبار وأنتوا عارفين الجوانب الجانب المغربي والجانب التونسي دايما بيكون فيه لعبة نفسية كده لكن النادي الأهلي مستعد والنادي الأهلي بإذن الله هيكون رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب ويسافر إن شاء الله من القاهرة متوجه إلى قطر يوم 17 بإذن الله ويكون فيه مباراوة داية إن شاء الله يوم 15 يعني ممكن يكون طرفها فريق سموحها إن شاء الله كل التوفيق لنجوم النادي الأهلي كل التوفيق بإذن الله الجهاز الفني ونقدر نحق بطولة غالية بطولة قرية جديدة تضاف لبطولات النادي الأهلي القرية